يقف هذا المواطن مذهولا من هول الصدمة بعد جرف الفيضان أرزاقهم وممتلكاتهم ومعها أحلامهم إلى المجهولة بينما يحاول آخرون لملمة ما تبقى لديهم من مستندات وأوراق ثبتية يواجهون بها مصاعب الحياة جسد الأول السد الكبير هو اللي جاءنا عده هو اللي جاء طفان أذلك نحن نسموه طفان ما كنا نتوقع أنه يرجع علينا لعند الدر الرابع ولن نتوقع أنه عمارة طيحة عمارة لوقاف قريبية ستين شقة وعاء عمارة كبيرة عمارة كواش عمارة بوزيت هذين كلهم متسحن الناس اللي حذى الوادي متسحوا كلهم اللي توه قاعدة في الفاجعة الناس المصدومة الناس المكلومة الناس الحزينة الناس اللي فقدت أنا فقدت عمتي ولا تسيدي ولا أدعمتي ولا أدعمتي فقد ابنين بنات اثنين صغار يعني مصيبة الناس تحكي لك على هول وتحكي لك على هول الفيضان يوم النكبة مستحيل تصدق مستحيل توصف يحاول السكان هنا وأصحاب المحال التجارية تنظيف منازلهم ومحالهم من آثار الفيضان المدمر من أجل عودة الحياة من جديد بعد بدء السلطات المحلية فتح الطرق وإزالة الركام والأنقاض الناس متأيس ترد للحواشينة وحاجات إن شاء الله حاجات بسيطة يعني محليات والله يرحم الجميع الله يرحمهم ويسبحهم رحمة الله عليهم الله يرحمهم تغمضهم الله ورحمتهم محاجة أن يجووا من أي سش من رحمة الله يجووا يشقوا حاجاتهم يشقوا بتبشهم من يسيبوها على حكم الله هذا أمر الله وصابره لكن نحن تول نجد المسؤولين والعالم من أبوه المقاولين لولين نبوه ناس أجانب يخدموا يردوننا حتى 50% من ناس طمعين في أبراج ونين يردوننا حتى الحياة فقدنا ناس يا هاو هفزعوننا يا جميع تختلف الروايات وقصص موت الأحبة جراء الفيضان بدرنع وتبقى أطلال المنازل والشوارع شواهد حية على معاشه أهل المدينة قبل موتهم ويتجرع مرارته أحياؤها حتى مماتهم محمد مسعود من مدينة درنع الحدث ترجمة نانسي قنقر